من قناة المنار إلى جليدة الأخبار يواصل الصحفي إبراهيم الأمين توزيع الاتهامات وفي مقاله الأخير دعى الآخرين إلى طبليط البحر مقال تضمن حملة تحريضية على رئيس سعد الحريري مصحوبا بتهجمات على رئيس رفيق الحريري في لغة استكبارية واستقوائية تفجير الويس عمل إرهابي حكما وتفجير رئيس رفيق الحريري وباس الفليحان ورفاقهما هو عمل إرهابي أيضا ولكن ماذا عن تفجير جورج حاوي وقبله مهدي عامل وحسين مروي وخليل نعوس وسهيل طويلة ماذا عن تفجيرات محاولات قتل مروان إحميدي ومين شدياق والياس المر سبع أيار لم يكن عملا إرهابيا وماذا عن قتل المدنيين في القصير الأكبر من علي والشوف قتل النواب جبران تويني وليد عيدو أنتوان غانم وبيال جميل هو عمل إرهابي وقتل خيرة رجال أمن لبنان اللواء وسام الحسن والرائد وسام عيد ولواء فرنسوال حج هو عمل إرهابي تغفل جريدة الأخبار أن الإرهابيين فجروا أكثر من عشرين منطقة لبنانية بين العامين 2005 و2010 وقتلوا مئات اللبنانيين من دون أن يتنطع حزب الله لمقاتلتهم تغفل جريدة الأخبار من قتل هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية كما تغفل أن قتل الضابط سامر حنة هو عمل إرهابي تماما كما قتل العسكريين في البقاع أو في عبرة أو في نهر البارد تغفل جريدة الأخبار أن إخفاء الإمام موسى صدر هو جريمة إرهابية كما قتل رئيس الجمهورية رينام عوض وقبله بشير جميل وتغفل جريدة الأخبار أيضا أن قتل الزعيم كمال جنبلاط هو عمل إرهابي يسأل إبراهيم الأمين عن الأموال المسروقة ولكنه يغفل من نهب المرفأ والمطار وشركة الكهرباء وقطاع الاتصالات ومن يريد بيروت أن تصير عاصمة الجهاد المسلح والمربعات الأمنية بدل عاصمة العز وقبلة العرب والشرق كما أرادها وأعاد بناءها رفيق الحريري الشهيد الذي يحتمل متهمون بقتله تحت كنف حزب الله ترجمة نانسي قنقر